النائب سليمان وهدان اللي استقال وأعلن استقالته منذ قليل عن استمراره في عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك ومعانا دلوقتي النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق يا معالي النائب منورنا مشرف نادي الزمالكاوي أهلا بحضرت طبعا في البداية بنشكرك على الفترة اللي انت قضيتها مع نادي الزمالك على مجهودك اللي كان موجود في الفترة السابقة لكن عايزي من حضرتك توضيح للاستقالة سأصلها حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين وبوجه التحية لجمبورنات الزمالك العظيم والتحية لجمال عمية وبنقول احنا امكان كانت استقالة الاستقالة كانت بقرار بقرار أيونا سامح حضرتك كمال نائب بقرار جماعي من خلال من خلال أراء كل الأعضاء الموجودين يمكن احنا صلنا مرحلة للماضية ان احنا ما اددناش مشاكل كثيرة جدا كانت على عطق على عطق مجلس ادارة يمكن احنا في ضغط موجود برضو من بعض الجهات بعض الوسائل على مجلس ادارة فكن مجلس ادارة ده خد دوري وخد كاسو خد تلاتة شفردية وخد اه 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 حاجات كتيرة جدا لكن الاسف شريدت الضغط اللي الموجود فترة من خلال كانت اه اه ايبقى يعينا كبير جدا احنا اه 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 ايبقى نفسنا كاشخاص. وابتقدمنا على اه 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 على مصالحنا الشخصية ضيقة. ونتمنى للزمالك ان توفيق مرحلة جاية. نتمنى ان شاء الله ان الزمالك اه اه يكون في احسن حال. واحنا تزلنا جدا جدا وفي دوقتي ما يسمح ان احنا نقول ان احنا فيه نجازات كسيرة جدا من فيه اداريا عمالها. لكن احنا من امام زمالك كفيف. وبنواجه تحية للمورنة زمالك وكمال العمر. اه مع النائب يعني اه استقالة من حضرتك واحدك بتقول فيه اكتر من استقالة واحنا شوفنا طبعا اه الاستقالات. باقي استقالة جمعية. كلنا كلنا قدمنا اتقالة. كلكوا قدمتوا استقالة. طيب. مورنة زمالك دلوقتي اقلات. تحب تطمنه ازاي? تقوله الوضع. اه اه اطمن مورنة زمالك عشان دست عشان يعني استيزل الزمالك اه هو مؤسسة شمخة بكبرياءها بارجالها. هيجي اه من يفوت اه سيزل الزمالك مؤسسة عشانية اا احد روافط المتخبات المصرية في كل جافة العب. سيزل الزمالك شامخا بتاريخه وبكمهور العظيم و دايما بقول الزمالك يعني يمرض ولا يموت و ان شاء الله المستعبل افضل للزمالك ان شاء الله و نتمنى ان شاء الله التوفيق للزمالك و نتمنى لمن يدير اتحمل اسم الله بعدنا يرفق في دارة هذا المرش ان شاء الله ان شاء الله يعني انت واجهته برضو خلي بالك مشكلات كتير جدا معالي النائب كان فيه مشكلات كتير جدا فيه حاجات يعرفها الجمهور و فيه حاجات تخفى عن الجمهور ممكن تكلمنا اكتر عن بعض الحاجات او ليه في التوقيت ده بالذات الضغط زادت و المشاكل زادت فبقت اوضح و بقت اقوى من استمرار حضر اقول لسيادتك ياسف الشديد للزمالك كان احد المشاكل اللي كانت موجودة عدم الاستقرار و التشكيل اللي جان اكثر من مرة ده كان ليه اثر كبير جدا فيه مسير استقرار الزمالك و عقبه امام اي مجلس ادارة اه اه سوال المسورية اه مديونيات اه كبيرة جدا فيه قطاعات كثيرة جدا اه مشاكل كثيرة فيه بالنسبة لارض الاوقاف والمحلات والساعات القطاعية الموجودة اه ده ارس موجود اه حلنا مشاكل بقالها ستة وعشرين سنة وعشرين ساعة وعشرين ساعة اه مشاكل فيه جهات كثيرة جدا المتشفكة مع اه جهات كثيرة اه ده كان احد اسباب اه ان احنا اتخدم استخدام استخدامنا وهيصطدم بها من يأتي بعدنا في هذه المسألة لان اه الرياضة اه اسفت للجميع اه ليست هواية ولكن هي اه منظمة اقتصادية باستدار بشكل اقتصادي وبفكر اقتصادي اذا اه نظر اه تاسف شديد بعض من ينظر الى اه اه ادارة النوال تحديدا النظر الاجتماعية هي النظر الاسف هي اللي تتاخد اه شكل او رضاء جمال عمية وده بيأثر على اه تقديم خدمات او تقديم اه سرق رياضية متميزة فمحتاجة اه فصل كدير جدا مبين النوادي الاجتماعية ومبين النوادي اه مبين العاب الرياضية ايضا محتاجة فصل مالي اه بشكل او باخر كل هذه الامور اه يعني تحتاج عدد تصفح عدد نظر في اه كافيش الدراس اللي عندي اللي جاية لا تغطي اه نسبة اربين خمسين في المية من اه لا 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 تؤدي اه نسبة اربين خمسين في المية اه خطبال فياتك ايه فكل الكلام ده اه في عجزة عندك وفي عدد يعني اه موروز تاريخي ان انت ورث مشاكل اه مهما تجيب من ايرادات تحتاج ان انت اصطور فكرة وبعد انت اصطدم بايه الكلاسيكية او الادارة الكلاسيكية او شكل الادارة وانت بتشوف الموارد بتاعتك موارد محدودة يعني انت عندك موارد محدودة حتى الرعاية حتى 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 نادي الزمالك معالي النائب موارد محدودة يعني دخل بالك بعض الجمالي ممكن تستغر انا مش بقولك نادي الزمالك موارد محدودة لكن انت النهاردة لانشيطها الاجتماعية بتاخد شكل كتير جدا زمالك فيه فيه اكثر من كام لعبة صحيح كل هذه اللعبنا فيها 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 احتياجات فيها احتياجات كتير جهاز اداري وجهاز صبري ولجسيات كبيرة جدا 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 ولكن اللي تم جانيو لا يستوفي المتطلبات اللي على زمالك في الفترة فيه فجوة والزمالك عشان اقول لها حالك برضو الزمالك كان احد اللي فيها اللي كان بتراعي بحضر الدخل او انفاة المتوسطة فكان اقل لنادي كان بيعمل اشتراكات واقل لنادي كان تعمل عضويات واقل لنادي بيعمل الدعوات يعني فده اثر برضو بشكل كتير جدا يمكن لنادي بيعمل اه اكبر جميع عمية في مصر كلها نادي بيعمل تقريبا الفئة المتوسطة او الشريحة العظمة المتوسطة صحيح نائب سليمان وهدان يعني انا بشكرك شكرا جزيلا انك شرفتنا بالاتصال ده نائب سليمان وهدان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق بشكر وشكرا جزيلا